السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة هذا الفيديو يعني مع مرين ما كانت تدركش فيديو بحال هاد من هاد الشكلة هدي وكان بالامكان ان اتجاهل الرد ولكن اه شفت ان هاد القضية التي يقوم بها سواء الجزائريين سواء المغاربة يعني في حدداتها ولها التوجه الفكري ولها الطريقة في التعامل مع الاخر هي السبب ديال المشاكل ديالنا وهي اللي كتخلينا دائما ما الانظمة يعني كتلقاها سبقا بخطوة ودائما ما كتكون عارفة المنطلطة ديالنا وكتحطنا الطعم فين كنتلاحوه كاملين وكنتخليه الفساد بنانكي واللي اوتوماتيكيا بطريقة او باخرى سواء في الجزائر ولا في المغرب يعني باش ما كان بقاوش ان كتلقى المواطن يداري يدافع عن الفساد من حيث لا يدري علاش لانه كمشي كيتلها اه يعني فخوه المغربي ولا المغربي كيتلها فخوه الجزائري اه البارح يعني اه حطيت هاد الفيديو هادا نشوفوا معكم التعليقات بعدها هي اللولا واحد الهجوم كاسح هجوم لا يتصور وفجأة فسحة فقدت فقدت مصداقيتك فسحة اه بنتي على حقيقتك فسحة يعني كتسمع بحلات الهضراء هادي كنقول اوه شنو قلت انا شنو درت اه سبيت الجزائريين لا حرقت لهم درابو ديالهم الا اه شنو 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 درت يعني ما ما فهمتش قال لك الفيديو اللي درت فيديو ما فبراك زيد بحث مليح قبل ما تنشر يعني انا ما ما كان بحثش وما كان سميتو انتا ما تفهمش قلنا لك ما شي في المسجد يعني رف كدا كدا سعداتوا بصدقة الجارية اه هنا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا يعني باش ما نطولش عليكم بزاف يعني التسعين في المية ديالتعليقات كلها من هاد الشكلة يعني صنفتو كفاسق اولا اه يعني من خلال الاية التي استشهد بها ماشي هدا الوحيد اللي حط لهذا الاية ديال اذا جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا يعني انا اه صنفتني كفاسق اوكي فهل تبينت هاد رسالة موجهة لأي واحد حطميت لهذا التعليق هذا يعني اه بالاضافة من غير هاد الالكي كنقولو الاخوة بعض الجزائريين اللي اه انفاعلو وما عجبوهمش الفيديو ديالي ركاين معهم بعض المخزانيين اللي كيعجبوهم اني كتطح بحل مناسبة بحل هدي كيزيدو ينفخو في المجمر الفيديو كان بخصوص المسجد الذي قيل انه يعني نشرت منه او تم بث اغنية من الاغاني بمناسبة السنة الامازيغية اولا الفيديو لم يكن فيديو تحليليا لم ابدي رأيي في الفيديو ما عطيتش الرأي ديالي نهائيا كان عبارة عن فيديو اخباري فيديو اخباري يا بشر يا بني ادم يا ايها المغاربة يا ايها الجزائريون واش كتفرقوا ما بين ما هو اخباري وما هو تحليلي اللي كيكون فيها الرأي ديالي ما عطيتش الرأي ديالي نهائيا جيت بالفيديو حطيتو كيما هو علاش لان هناك مسجد المسجد يقولك الله انت مغربي مشيش دخل سوقراس كدها في بلادك ادها في سميتو انا كنتها في ما يهمني هناك مسجد في الامر يتعلقوا بالمسلمين فما كيبقى لا جزائري ولا مغربي الى عندك ديك النفحة وديك ديك النزعة القومية والقبلية خليها عندك ما دخلش تفرج عندي انا منك يجيك يدخل عندي جزائري ولا تونسي ولا موريطاني واش كون ما بغا يكون وكي يهضر في شي حاجة تخص المغرب اذا كان على حق ارفع له القبا يعني لا تأخذني العزة بالاتم اولا كي قلت لكم الفيديو اخباري مني كيقول فيديو اخباري جيت قلت لكم تناقلت بعض مواقع تواصل اه صفحات مواقع تواصل اجتماعي خبر كده كده بثل اغنية هذه في الولد الفيديو وبعدها سمع يعني ما غليش نعود نقول لك شنو قلت انا سمع في الفيديو يعني باش كتعرف ان ابن ادم ما عندوش القدرة حتى الاستماعي يصبر الفيديو غي واحد شوش دقائق يعني حتى يكمل الفيديو يعني قلت شنو تناقلته المواقع تواصل اجتماعي الجزائرية وما تناقله المسؤولون يعني شنو قالوا هادو وشنو قالوا هادو هانا نديلكم فيديو فيما نفى مدير الشؤون الدينية والاوقاف لولاية تيزي وزو عيسى بوعيشة بث اغاني من مكبرات صوت مسجد في احدى قرى الولاية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الامازيغية وقال مدير الشؤون الدينية والاوقاف لولاية تيزي وزو في منشور على صفحته في الفيسبوك بعد تدول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بث اغاني من مسجد قرية ايت واعبان بلدية اقبيل دائرة عين الحمام ولاية فيما نفى مدير الشؤون والاوقاف الاسلامية يعني جيز قلت لك الخبر ديل هادو شنو قالوا وهادو شنو قالوا الجهة التي اكدت والجهة التي نفت وشوف الفيديو كامل لم ابدي رأيه ما جيز قلت لكم اللهم ما هذا منقار اللهم ما دلي ان كانت الصورة عندي ضبابية ولكن ارتأيت ان انشر الخبر مع الطرف اللول شنو قال ومع الطرف تاني شنو قال يعني فكما هدروا بزاف ديال الجزائريين ومن هم من يستنكروا لعدات شيوخ وقال لك الله وهذا وهذا فانح تاديك الاستنكر لم استنكر لان الصورة ما زال ما واضحاش عندي الناس كيقولوا ان مسجد هو الذي بدت هادو الاغاني وفيما المسؤول ديال المنطقة ديال تزيوزو على الشؤون الاسلامية نافى ذلك في حين ان الوزارة المختصة ما هدرات ما قالتاش حاجة الامام ديال 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 المسجد ما هدر ما قالتاش حاجة يعني مسؤول واحد اللذي نافى وقال لك ان الصوت جاي من واحد المهم كلي قل 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 اجتماعات كل واحد شنو قال فارتأيتوا انني انقلوا الخبر ولا ادلي برأيي فا هاد الطبع ولا هاد الصفة اللي تربات فينا كمغاربيين كاملين يعني ولي رباها النظام فينا يعني كيخلي بنادم اون ادريسي يعني كت تم برماجاتونا على ان بنادم كتسمع واحد المغربي يهضر ديما كتدخل هاز الفردي ديالك بلاد ما كيقلب غيفين يتيري اه شنو مغربي كيهضر قال جزائر اه مسجد اخو يدها في روحكم اخو يدها في بلادكم وكذلك المغربي عوتاني يعني بضغطة زر في صفحة ما او في جريدة ما كنقل لهم واحد الخبر باش كيسخلهم كتلقى تقوم جيش من الدباب الالكتروني كيمشي وعند صفحة جزائرية ولا صفحة جزائرية وكيبدو الصراعات وكيبدو الاقتتالات في حين كان يكفي ان الواحد يسمع فيديو تلخر ماشي تلخر غير من نص دياله يعني القدرة على الاستماع والقابلية على الاستماع يعني كتلقى ان ابندم داخل عندك وهو مهيئ لالانفجار مهيئ انه يهاجمك يآطكك في حين اندك شي اللي كيبرره لك كيقول لك لا را ماشي را ماشي من المسجد را من من دار التاقة هراني قايلها في الفيديو انتك اتعلق قبل ما تسمع شنو كنقول انا يعني شنو غاد نقول لك انا في العنوان غاد نكتب لك نشارات يعني مواقع تواصل الاجتماعي ان مسجدا قام ببتي اغاني فيما نفى يعني هذا ما بقاش عنوان يعني مبقى ولات جريدة الخبر نكتبه كامل في العنوان يعني دخلتي تصنت شوف شنو قال انسان عاد مقدر نحكم عليه وانا ما اعطيتش الرأي ديالي نهائيا فهذا علشان انا درت هذا الفيديو هذا لان هذا الطبع وهذا الخصال هادي هي اللي كتخلي ديما صراع اه يعني قائم ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي اه في حين الناس الذين يقومون بشحنهم يعني هذي السياسيين ولا هدا اه مؤخرا كنسمعو ان عبد المجيد تبون كيرسل برقيات ديال التهاني ولا اه للمحمد السادس محمد السادس كي كيرسل برقيات لعبد المجيد تبون اه باش كي يدعو له بالشيفاء وكده وكده كيدروا الصواب فيما بيناتهم فيما ان الشعب كي يشعلو له الفتيلة وكي يخليه كيتقاتل فيه اذا جي نشوفه القواعد المجيد راه قاضي المصالح دياله وقاضي الاغراض دياله داخل الجزائر علاش لان الشعب ماشي كله هناك احرار بطبيعة الحال راه من الهي كيدبز مع المغربة محمد السادس راه قاضي الغراض دياله من فساد ومن صارقة ومن اختلاس التروات ومن تسلط وتجبر علاش لان الشعب اللي غادي يواجه الفساد ديال محمد السادس وديال الزبانية دياله كتلقى تم توجيهه الى ان هناك واحد العدو اللي كينجر دياله حقار الجزائريين راه بغين ديولنا الصحراء احقى المغربة راه داروا تطبيع مع اسرائيل راه غادي يدخلوا علينا بلا اسكر دياله وداروا قواعد اسكرية معمر ما غادي تكون شي حرب ما بين المغرب والجزائر هو مجرد واقود لاشعال نار الفتنة في حين كي يبقاوا الناس كي مارسوا السياسة ديالهم في الوقت اللي كنكون احنا مليهيين في الخواء الخاوي يعني هذا مجرد خبر قمت بنقله وما كانش بامكانك انك تسمع وتقبل الخبر كما تسمعتهم عند جزائري راديا على القبلية اللي خارجها لنا يعني حتى فوسط المغرب راه ماشي غير مع الجزائريين هاد الطبع هاد مني كتهضر الانسان على واحد الحاجة اللي ممتوافقاش مع الهوى دياله ولا ممتوافقاش مع التوجه دياله وكيقولك انت ماشي مغريبي قاعف مرة هادا نهائيا كيقولك ما تعودش تهضر على المغرب انت ماشي مغريبي ولا يعني خرج من المغرب وهضر ولا خرج تهي المغرب كيقولك لك انت راجل لدخول القرعات ينادي والقرعات ينتظر يعني واحد العقليات هي سبب خرب هاد الدول وسبب ضمارها فأما أنا الأوان أننا استيقظ ونعرفو يعني إلا كنا كنديروا هاد الشي يعني بهدف أننا نوصلوا الواحد النتيجة يعني ونتخلصوا من الفساد الذي يكتموا على أنفسنا خرج نعرفو شنو هو الهدف ديالنا وشنو خرج نديرو باش نوصلوا ليه أما إلا كنا كنديروا هاد الشي غير باش تدخل مثلا انت كجزائري سمعتي واحد صفحة ديال العياشة ديال العبيد محمد السادس يسبونا الجزائر فأنت تعصبتي يعني لقيت واحد مغربي كي يعني كي يفضح الفساد ديال الملك محمد السادس وديال اسميته فأنتك هتحس بأن هذا الإنسان يشفي غليلك أنا هنا لست لأشفي غليلة يعني كائنا من كان إلا كنت جاي من صفحة ديال العياشية وجاي فقط غير باش كيتشفي غليلك فهذا ليس هو الهدف وكذلك المغربي رامني كي يسمع واحد الجزائري ولا واحد صفحة جزائرية كي يسب المغربة ولا هادا كي يمشي عند صفحة ديال الأحرار للجزائر وكي يقولكو هانتو ما هانتو ما بحلا فيمتي كي تناقلوا القضايا ديال الفساد باش يعرفوا الفساد اللي كين في المغرب كي يمشيوا الصفحات الأحرار والعياشة باش يعرفوا الفساد اللي كين في الجزائر كيمشيوا صفحات الأحرار للجزائر باش ينقلوا منه ويبقوا يتسبو إلا كنا نعرف الحقيقة دي للفاسد غير باش نقاون عائر وبعضيتنا بها فنحن لا نستحق الحرية أما إلا كنا نقدرون تخلصوا من هاد النزعة القومية ومن هاد ما فهمت شانا شنو غادي نسميها يعني هاد القابلية اللي مخلينا ديما مشتسين ومخلي الأنظمة تتغلب علينا فيجب أن نضع حدا وأن نقطع مع هاد التصرفات ومع هاد التعاملات وإذا كان شي ناس يعني مخزانيين يظنون أن تعليقات غادي تأثر عليها وغادي تحبسني را كان بالإمكان أنني أتجاهل هذا الموضوع ونستمر فيما أنشره وفيما أقوله وعندي هدف وما غاديش تحبسني تهاشي حاجة وما غاديش يحبسوني التعليقات أنا فقط قمت بهذا الفيديو باش نفيق يعني مش كل شي غادي يفيق لأن كاين مازالي غادي يزيديه كابر وما يعجبوش لحال نفيق الناس اللي كتقبل صوت الحق وصوت العقل وكتقدر أنها توقف وقفة مع النفس ديالها وتراجع الأفكار ديالها ربما يقول إيه أنا كنت مندافع سيدها هو وراني الدليل بأنه يعني لم ينسب إلى المسجد وقام بنشر الخبار وقام بنشر من باب الحيادية ما قاله الطرف الأول وما قاله الطرف الثاني هو أمامكم فيما نفى مدير الشؤون الدينية هل سمعتم يعني ما قدش نقول أيها الجزائريين كاملين كي لا أعمم أيها يعني الإخوة الذين ليست لكم القدرة يعني حتى على السمع فالإنسان نصيحة هذه للجميع بنها دم ما يكونش كي يهدر كثير من اللي كي يسمع رح تفل حوارات ديالنا ولا في النقاشات ولا في يعني كتشوف حتى في بطويات ديالة الفازة يعني كأمة يعني ديما كتلقى العصبية وديما السب وديما الشتم وديما بنادم ما كيقدرش يسمع بنادم المحاور دياله وللإنسان اللي كيقول واحد الفكرة إلى أن يتم فكرته وديما كتلقى نقاشة العرب فيها لغوات علاش ما كيما ما كيقدرش يتحمل واحد الفكرة وخاكي يكون بعض المرة ترهم تفق معاك غير أنت الطريقة باش ترحتي الفكرة ديالك ما كيخلكش لا خصك تكون بحاله وخصك كيك نقولو تحطها كاري هاك كيما هي وبلا ما تشرحها بلا ما تيش حكي ما كيفكر فيها هو إذا زغت فقط عن تفكير غير واحد شي شوية ما شي كي بحاله في ينفجرون في وجهك وهذا الطريقة هادي غادي تخلينا كاملين مشتتين وكل واحد علاش كي يدافعونا تشتتو إلى كتل ومعمرنا ما غادي نجمعو وهكذا فرق تسود يسودونا علينا بسبب تشتتنا يعني أنا ما سبيت جزائريين ما عطت رأي ديالي في الواقعة اكتفيت فقط بنشر الخبر فلماذا كل هذه التعليقات اللي كلها كلهم غادي مهرقين كل شي كي يقولك فقط تمي صداقيتك أسيدي أشكت را فرا را ماشي الجامع هو اللي قلناها وما قلناه ماشي في المسجد را هادر التقى فونا هاد هاد الخبر اللي كانتك تصحح حولي أنا أصلا قلوه في الفيديو يعني انت ما سمعتيش يعني حتى قاعد نقوله جوش دقائق ولا ثلاثة دقائق في الفيديو ودخلتي كتعلق يعني هاد شيء اللي قلت لكم في الاول اننا بنا دمك يدخل مشرجي لفردي ديالو مستعد إيتري فيك مباشرة فأه اه اخطيونا كي كتقولوا من هذه القضية ديالنتج وانا مغربي الجزائري اللي بغيه ضرف النظام المغربي وفساد النظام المغربي مرحبا به انا انصت له وعليه ايضا ان يتقبل يعني تعليقاتي في اه ما يخص فساد النظام الجزائري اذا انت ما تتقبل يعني انا انتكلم في الجزائر فغير ما تدخلش مرة اخرى باش ما تسمعش شي حاجة اللي غادي يتقلقك انا اتكلم عن النظام المغربي وعن فساده وعن محمد السادس كما تقدر تجي واحد الفرصة اللي غادي اه نشوف شي حاجة ما شي هي هديك يقوم بها النظام الجزائري وسانتقدوه وما كانش اديها فروحك اديها فروحك انت ما تدخلش للقناة ديالي انت ما تتقبلش الصوت ديالي انا واحد الانسان حر ما عنديش هذا جزائري وهذا مغربي عندي نحن مسلمون والفساد اينما كان اشيروا اليه يعني بدون مدهنة ولا خوتي احنا خاوة خاوة لا كليه غينت تقبلتي الكلام ديالي انا لا اتوجه باتهامات الى الشعب الجزائري اصابع الاتهام تتوجه دائما الى الفساد في الجزائر كما اوجهها نقطة الى الفساد في المغرب نقطة الى الساطر اللي بغى هاد اه توجه ديال القناة فمرحبا به اللي ما بغاش ما يجيش مرة اخرى وما يتسنتش باش مغادش نقول لك مغادش تجيو تسنت وتتعصب وتتعلق ساتجاهلو مرة اخرى مرة اخرى ما غادش نعطي هاد الوقت هذا انا اعطيت هاد الوقت هذا غيك باش نحيدو هاد الوقت هذا وباش نعرفو اننا هاد النقطة بالضبط هي السبب ديال الخراب ديالنا واللي كتخلينا ما عمرنا ما نجمعو وما عمرنا ما نديرو واحد الحاجة اللي في صالح ديال البلدين ديالنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم